ميثاق العمل الوطني التعليم، الثقافة والفنون، جوانب مهمة وأساسية تم إدراجها ضمن بنود ميثاق العمل الوطني لأنها تلعب دورا كبيرا في تشكيل المجتمع والارتقاء بأفراده ولا يمكن للمجتمعات أن تتقدم دون انفتاحها على آفاق المعرفة وقد جاء في البند الثامن من ميثاق العمل الوطني أن الدولة ترعى العلوم والآدابة والفنون وتشجع البحث العلمي كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ومن هذا المنطلق نظم القانون كل أوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه بالإضافة إلى التربية الوطنية وتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته العربية لتصبح مؤسساتنا التعليمية بمختلف مراحلها الدراسية الحكومية منها والخاصة منارات للإشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الأكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية وانفتاحها على آفاق المعرفة وتعمل الدولة على تشجيع التعليم الخاص وتأسيس الجامعات والمعاهد الخاصة مع دعم مؤسسات البحث العلمي والتكلونوجي وربط نظام التعليم بسوق العمل لتلبية حاجات البلاد من القوى البشرية المؤهلة في الحاضر والمستقبل وقد حققت المملكة العديد من الإنجازات التربوية اللافتة في ظل مثاق العمل الوطني والتي فتحت أمام البحرين عهداً جديداً من الإنجازات على كافة المستويات في مقدمتها التعليمية ومن أبرز هذه الإنجازات وآخرها جائزة سمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان لأفضل معلم خليجي أما في الجانب الثقافي والفني فإن حكومة البحرين أولت اهتماماً كبيراً بتنمية الثقافة وترسيخ الفنون في وضع مملكة البحرين على خارطة التراث والثقافة والفن العالمية فبينت للعالم ما تتمتع به المملكة من إمكانيات تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول التي تنمي تلك المجالات نظراً لما يمثله من قيمة وطنية تستحق وضعاً واهتماماً خاصين خصوصاً وأن القيمة التاريخية لآثار البحرين تكمن في كونها متوقلة في أعماق تاريخ هذه الجزيرة التي تؤكد جميع الاستكشافات الأثرية حتى الآن أنها كانت مركزاً مشعاً في المنطقة ومحطة التقاء للعديد من الحضارات القديمة كل هذه الإمكانيات فتحت لها الباب على مصراعي لتحقق إنجازات كثيرة في هذا المجال كان آخرها المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018 من قبل المنطمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة كل تلك الإنجازات هي نتاج رؤية حكيمة للملك المفدى حفظه الله ورعاه واندماج لطموحات القيادة والشعب في بناء مستقبل الوطن وشعبه خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين